السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله كان وما لا ما شاء لن يكن وما توفيقي الا بالله. سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضى نفسي وزنة عرش ومدادة كلماته. جمعة طيبة عليكم وجمعة مباركة. اه على احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. النهاردة ان شاء الله هنعم مع بعض السمك المكريل. اه طبعا هنشوي في البيت. اه طبعا السمك ده كنت جايبين معاكم في فيديو اه جولة الى سوق الجمعة. اه اللي عايز بقى يعرف سعره كام يرجع للفيديو ده. اه طبعا بنظفه نزل ما انتم شايفين لازم ننظفه اه بحنية شوية علشان اه احنا عارفين طبعا السمك ده ببقى لحمه اه طري شوية ما بستحملش. فلازم احنا بننظفه نبقى واخدين بالنا علشان ما يتهريش مننا. اهم حاجة بقى انا اضفت السمك علشان ما تبقاش زفرة. بعد كده هعمل بقى المحلول اللي هنقع فيه السمك. اه طبعا حطيت لامونتين عصرتهم كويس. وحطت برضو بالقشر بتاعه. وكمان احط عليه ملح ملح البحر او ملح خشن. ده ببقى احسن ملح علشان نقع فيه الطيور او السمك. اه ببقى الملح الخشن ده ببقى حلو. وكمان هحط معلقة الطحينة. ده طحينة اه في الثلاجة. اه ما احتفظة بها علشان للطيور والاسماك بنقعهم فيها. اه احلى سمك بصراحة اه بعمله وببقى طعمه جميل في الاخر. اه اللي بنقعه وحط فيه معلقة الطحينة. اه بتدي السمك طعم جميل وبتشيل اي زفرة فيه. احنا خلاص بعد ما اما عملت السمك. اه دي بقى الحشو اللي هحشي بها السمك. معيه طماطم وفلفل. اه وكمان بصل ولمون وكسبرة خضرة وكمان تومفرون. دي طبعا الحشو اللي هحشي بها آه السمك. اول حاجة طبعا شايفين بقى الكسبرة الخضرة جميلة. اه هحط بقى عليها الفلفل. طبعا فلفل الوين. ولو فلفل اخضر بس المتوفر عندي. وكمان طماطم. والبصل زي ما انتم شايفين برضو مقطعوه. شريح كده برضو بعملها عشان آآ يستوي معنا على طول آآ اثناء الشوي. يبقى الوصل برضو مستوي. الحشوة كلها مستوية. ما يبقاش البصل آآ متقطع آآ تخين. فلازم ان احنا الشريح دي بتساعد ان البصل يستوي على طول برضو مع الحشوة مع باقي الحشو. بعد كده بقى جبت عصر الطماطم. آآ هنا طبعا اللمون آآ زي ما انتم شايفين اللمون دوت آآ بحب عصره على في السكنة كده. آآ العصر اللي ما بعصره فيها. آآ بسيب كمية كبيرة من مية اللمون. آآ فهنا طبعا عصرته بالسكنة وما بخلش فيه اي مية من اللمون خالص. آآ قلبت بقى مع بعضه طبعا هحطت بقى عليها آآ ملح وكمون وخزبرة دي التول بس بتاعت السمك. مش عايزة اقول لكم كانت راحة الخلطة عاملة ازاي? علشان الخزبرة الخضرة مع البصل. بصراحة كانت طعمها جميل جدا. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. زي ما قلت لكم دي الحشوة اللي بقى هحش بيها آآ السمك. نزبط طبعا ملحها كويس وبعد كده آآ نحشي بقى السمك عشان ما يبقاش آآ حدقه لازم نزبط حدقه الاول وبعد كده بقى نحشي السمك. آآ عملت معاكم قبل كده آآ السمك آآ عملته صنية. سمك بوري آآ صنية في الفرن. آآ وعملت معاكم السمك البولت مشوي. او النهاردة هعمل معاكم بقى السمك المكرل برضو المشوي. كده خلاص بحخلصنا بقى حشو السمك. هنعمل بقى ايه? هنعمل الخلطة او الدقة اللي هنسقي بيها آآ بعد ما نشو السمك على طول. دي بقى هنعمل الدقة ديت. آآ معايا برضو فلفل وتوم ولمون. هضيف بس عليها من نص كوبية مية. آآ مش هقطر مية لان هسيب السمك فيها آآ شوية مش هشيله على طول من المية. من الدقة دي. فمش هقطر المية. علشان هخلي آآ السمك تشرب التدبيلة دي كلها. هحط برضو ملح وفلفل. آآ ملح وكمون وكسبرة ورشة آآ فلفل اسود بسيطة خالص. هنا بقى طلعت طبعا برا الشقة. انا شويت معاكم السمك البولت قبل كده. آآ على البوتجياز. آآ وحطت آآ الحوامل على بعضها علشان طبعا آآ نعمل فرق بين الصوج بتاع السمك. او كمان العين البوتجياز. هنا بقى خدته برا علشان اشويه. طبعا قدام باب الشقة برا. آآ طبعا لازم نخلي الرد ده ما تجيش آآ في جوة بطن السمكة. آآ هنا بحط زي ما انتم شايفين فوتط مطبخ. آآ بلتها وحطتها ده طبعا امان. كنت بشوف وديتي بتعمل كده علشان. آآ يعني البوتجياز طبعا الاصطاق بخلي الولعة تنزل لتحت. فبتيجي على آآ زي ما انتم شايفين على مفتاح البوتجياز. طبعا طبعا مش امان. فالفوتط ديت علشان برضو آآ نحرص شوية وربنا يا ستورة. آآ زي ما انتم شايفين بقى ما نقلبش السمك خالص. قال لما آآ الناحية اللي احنا حطنا عليها آآ تتشوى الاول ونحس ان هي خلاص اتشوت. نقلب على الناحية التانية عشان طبعا ما يتهرش منك. هنا خلاص خلصت اول ثلاث سمكات والدول الاتنين اللي بقين. طبعا نضغط كده لو ما نزلش المية يبقى هو كده خلاص. آآ اتشوى كويس. ونشيله بقى على طول. هنا بقى خدت جوه المطبخ بقى بعد ما خلصت. طبعا وهو سخنة على طول اللي هازم آآ نحطه في الدقة على طول علشان يتشرب منها الحاجة وهي سخنة بتتشرب الدقة بسرعة. زي ما انتم شايفين ما فيش مية فيه كتير ولا حاجة. فعلشان كده آآ هاسيبه في الدقة مش هشيله على طول. عشان يتشرب منها وكمان هغطي عليه آآ علشان يتشرب الدقة وهو سخن شوية وهغطي عليه واسيبه شوية. هنا بقى هعمل الرز رز السمك آآ البني آآ طبعا رز السمك لأكتر من طريقة وعملتها مورده معاكم. هنا هحمر البصلة وبعد كده آآ هحط عليها معلقة ملح بعد ما تتحمر كويس. معلقة الملح ديت عشان نتخلي البصلة ما تمررش. وبعد كده حطيت بقى نص معلقة كركم. هنا بقى ديت دقة السمك. آآ سبت معلقة في شفشاء الخلاط. آآ وزي ما انتم شايفين كده بيتخلي الطعم السمك جميل. الدقة بتاعت السمك لما نحط معلقة منها آآ في الرز آآ بتاع السمك. نزبط ملحها وبعد كده بقى نحط الرز على طول. وكده خلاص بقى الرز استوى معي شايفين بقى عامل ازاي? وكمان لونه جميل. يلا بقى على شاين نغرف اكلنا. آآ دي السمك جهز معي خلاص. اتشرب بقى من التدبلة بتاعته. ومن الدقة هنشيله بقى على طول. وآآ دي كمان آآ غرفت برضو الرز. عملت برضو سلطة وكمان آدية قتة برضو كنت جابها معاكم في الفيديو برضو بتاع المشتريات. رأيكم بقى في فيديو النهاردة. يا رب عجبكم ما تنسوش بقى اللايك وشيرو سبس كرايب لأسرات تعملت له مع غيضة. وما توفقك الا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.